تحياتي لكم جميعا وبالأخص سماحة الشيخ ياصر الحبيب أحبه وأحترمه وأقدر مجوداته الطويلة في تنوير عقول الناس مو بس الشيعة وإنما السنة حتى الغير متدينين أنا الذي يشدني لسماحة الشيخ ياصر الحبيب أنه دائما يستدل بالمنطق والعقل والعلم على نقيض الشيوخ الأخرى كلهم أكثر شي يعني هم دائما يعبدون النص ويتبعون النص بشكل عمياء ولا يعتبرون أي اعتبار للعقل والعفان والفهم وهذا كذا أشياء السؤال إلى سماحة الشيخ ياصر الحبيب هو الشطر الأول كيف بنبي بعثه الله رحمة للعالمين كيف بنبي بعثه الله أن يتمم مكارم الأخلاق وإذا به فيكونوا ضحوكا قتالا يقتل الناس ويضحك فأرجو التفصيل بالتفصيل الممل مدى صحة هذا الحديث وسنده ومتنه هذا الحديث الشطر الثاني أنت تدعو مثلا إلى الإسلام فرضا يأتيك شخص غير إسلامي ومن خلف حضارية متمدنة مثلا مثل الشعوب الأسكندنافية أو من شخص يأتيك من السويد أو النرويج فأنت تدعوه إلى الإسلام وإذا تأتي على الأحاديث التي كلها تدعو إلى القتل لقد مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أو لقد جئتكم بالذبح أو يقول مثلا جعل سيفي رزقي تحت رمحي فكيف بهذا الشخص أن يتقبل منك هذا الدعوة أو كيف بهذا الشخص كيف يكون رد فعله وأنت تدعوه إلى الإسلام فأرجو الإضاحة الله يخليك حتى نتبين لنا هل هذا الدين هو دين سلام أم دين الإرهاب والترهيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا عليكم السلام ورحمة الله شكرا لكم تفضلوا شيخنا وعلى الأخ الكريم الدكتور السلام ورحمة الله وبركاته وشكر الله له هذه الإطلالة بهذا السؤال المهم نحن بالفعل منذ سنوات طوال أدن الطائفة البكرية بأنها أكثر من شوها سمعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بسبب أدبياتها المريضة بسبب خطاباتها بسبب بياناتها بسبب تراثها الملغوم المليء بالمتفجرات صورت نبينا صلى الله عليه وآله حاشاه بصورة الرجل الإرهابي الذي كون طائفة دينية يعني هذا كل ما في الأمر هذا الانطباع الذي يأخذه غير المسلم حينما يقرأ هذا التراث وتقع عينه على هذه الأدبيات وعلى هذه الخطابات والخطاب ومشاكل وحتى على هذا الشكل والمنظر انظروا إلى أشكالهم انظروا إلى طريقتهم في الخطابة مليئة بالصراخ كأنه خلص شوية ولازم يطلع أسلحة يعني هو يتكلم على المنبر تحريض شحن انفعال لغة مليئة بالمتفجرات يعني قم بل موقوته هذا ناهيك عن الحركات الإرهابية الكثيرة التي كل منها يرفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج المتحدث الرسمي فيها ملثما وعيونه هكذا شاخصة تنظر شزرا ويقول والصلاة والسلام على النبي الذباح الذي قال لقد جئتكم بالذبح أي تنفير هذا ويلكم ماذا فعلتم بالإسلام وبنبي الإسلام صلى الله عليه وآله يعني مثلا هذا هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله الذي استدل به الدكتور الكريم أنا الضحوك القتال هذا الحديث في الحقيقة ممن ذكره واستشهد به شيخ إسلامهم ابن تيمية عليه لعنة الله وعليكم السلام ورحمة الله وهذه في الحقيقة فضيحة لابن تيمية كيف؟ ابن تيمية الذي لطالما في ردوده على العلامة الحل رحمه الله قال هذا حديث ضعيف ونحن لا نحتج بالحديث الضعيف وأنتم الرافضة تتمسكون بالأحاديث الضعاف وبالواهيات وبالموضوعات وما لا أصل له زين أنت هذا مسلكك؟ هذا هو هذه قاعدتك؟ هذا شرطك؟ ما بالنا نراك فيما يروق لك وما ينسجم مع نزعتك الإرهابية تستدل لا بالضعاف فقط بل بما لا أصل له أصلا هذا الحديث أنضحوك القتال لا أصل له ومع ذلك يستشهد به ابن تيمية ويرتب عليه الآثار هل لاحظتم؟ هذا حتى الأخ المخالف شوية يخرج من هذا الوهم يا أخي اعرف انتبه والله إنهم دجالون هذا ابن تيمية كبير الدجالين لما تقرأ ردوده على الشيعة على العلامة الحل فتظن في نفسك لو لم تكن متعمقا تظن أن الرجل علمي يعني يتكلم بلسان العلم يقول لا هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به مثلا أنا مدينة العلم وعلي بابها يقول هذا الحديث ضعيف هذا الكذاب الأشعر هو مو ضعيف ترى بالمناسبة بس يقول هكذا تمام فيقول لنا اذا الرجل يعني علمي ليس ليس ماضيا على الهوى إنما هو رجل علمي وطلعوا هؤلاء الشيعة لا يعني أهوائيون مع هواهم مع كذا لذلك يحتجون بالأحاديث الضعف هذا دجل كذب تعمق أكثر وابحث تكتشف أن الرجل يصحح ويضعف ويحتج ويرد على هواه لا على موازين علمية وإلا عشرات الموارد أحاديث ضعاف وموضوع أو أحاديث لا أصل لها يحتج بها ويؤمن بها ويرتب عليها الآثار ماذا تسمي هذه الازدواجية هذا أمامك الآن له كتاب اسمه السياسة الشرعية في هذا الكتاب في الصفحة الحادية والعشرين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا بلا سند بلا أي شيء يقول قال وهي محتجاً بذلك يعني مؤمناً به قال أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة وقال أنا الضحوك القتال هذا أنا حديثان الآن صحيح؟ طيب ما حال الحديث الأول وما حال الحديث الثاني في الهامش محققوا كتاب السياسة الشرعية من البكرين أنفسهم كفونا المؤونة فقالوا في الهامش أخرجه البخاري في الأوسط هذا الحديث الأول وأبو يعلى ومن طريقه ابن حبان من طريق الأعمش والطبراني في الأوسط من طريق مسعر كلاهما عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري بلفظه أولها ينتهي الحديث لمن؟ لأبي موسى الأشعري الكذاب الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه الرجل الذي أراد اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة صاروا يأخذون من هذا الذي استهدف حياة محمد يأخذون منه سيرة محمد وأحاديث محمد قوم لا عقل لهم لا عقل لهم أبدا هذا الثقة لما ينقل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عجيب أمر القوم يقول لكن أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن عمر به بلفظ نبي التوبة ونبي الرحمة طيب هذا اللفظ صحيح نبي التوبة صلى الله عليه وآله ونبي الرحمة ونبي الملحمة والملاحم والقتال والدماء والأشلاء يقول وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق المسعود عن عمر به بلفظ نبي التوبة ونبي الملحمة وأخرجه الطيالس من حديث جبير بن مطعم بلفظ حديث مسلم وروي نحوه عن غيره من الصحابة هذا حال الحديث الأول الحديث الثاني أنا الضحوك القتال هنا تأتي فضيحة ابن تيمية يقول نسبه المصنف أي ابن تيمية حديثا يعني قال هذا حديث ما قال قول لقائلين وصفوا رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله حتى تخف المؤونة مثلا ويخف الخطب لا يقول نسبه المصنف حديثا في عدد من كتبه مو بس كتاب واحد مو فقط في السياسة الشرعية قال في عدد من كتبه مثل المنهاج منهاج السنة والدرء درء تعارض العقل والنقل وكذا ابن كثير ابن كثير تلميذه أيضا قال هذا حديث ذكره في موضع من تفسيره وقال الذهبي في تاريخ الإسلام إنه جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وآله كل هؤلاء تلامذت ابن تيمية ويقولون هذا الكلام ومثله ابن كثير في التفسير والفصول ولم نجد الحديث حديث لا يوجد له أصل ولا فصل ولا أثر أصلا ولم نجد الحديث وإنما وجدنا أثرا عن ابن عباس أخرجه ابن فارس في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعانيها قال حدثنا سعيد بن محمد بن ناصر عن ابن عباس وعن مقاتل عن ابن عباس قال اسمه في التوراة يعني اسم نبينا صلى الله عليه وآله في التوراة على حد زعم ابن عباس تلميذ كعب الأحوار اليهودي اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة سيفه على عاتقه شنو سيد نبي شنو سيفه على عاتقه على ماذا يعني يعني هذه الصورة على طول تخيل نعطي العالم الغربي نقول النبي هذا ما لنا نقدمه بهذه الصورة طحوك قتال سيفه على عاتقه على طول كانوا حرب العصابات وكذا هذول دائما عندهم أسلحة وكذا هنود الحمر مخلي لهم مدري شنو وراء وكذا شنو منظر هذا يعني ليش بالطريق صح نبينا صلى الله عليه وآله في الحرب له بأس وأي بأس ولكن في رد المعتدين ما يبدأ أحدا بقتال إما أنهم هم جاءوا واعتدوا عليه وإنما حضروا للاعتداء فحرب استباقية وإلا الأصل في الإسلام لكم دينكم ولي دين لا إكراها في الدين رحمة للعالمين لا نقمة ولا ضحوكا قتالا ولا نحو ذلك هذا حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله لا أصل له لا أصل له إنما جاء به ابن تيمية وأضرابه فأخذه القوم وأرسلوه إرسال المسلمات وهذه الجماعات الإرهابية كلها المتفرخة من مدرسة ابن تيمية والمدرسة البكرية صارت تستدل بهذا الحديث الذي هم محققوم يعترفون يقولون لا يوجد أثر لهذا الحديث شايف البلية العظمى وين وصلنا يقول ونسبه ابن القيم في هداية الحيارة إلى بعض الكتب المتقدمة وين هذه الكتب المتقدمة لا أثر لها وانظر النهجة السوية للسيوط طيب هل ورد شيء من هذا عن أئمتنا الأطهار عليه السلام؟ كلا ما ورد إنما في كتاب كشف الغمة هناك كلام مرسل مأخوذ على الأظهر مما راجع عن ابن عباس وما زيد فيه من كلام في وصف نبينا صلى الله عليه وآله فورد فيه شيء من هذا دعونا نقرأ هذا الكلام بتمامه حتى نرى أنه مع أنه هذا الكلام ليس حديثاً ليس رواية عن أئمتنا عليه والسلام ومع أنه مجرد هكذا توصيفات لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إلا أنه فيه شيء من التوازن أيضاً نفس هذا الكلام قالوا ومن أسمائه نبي الرحمة صحيح قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وآله هذا حديث إنما أنا رحمة مهدات أيهما أولى أن تقدم للعالم أنا الضحوك القتال أم تقول أنا رحمة مهدات والرحمة في كلام العرب العطف والرأفة والإشفاق وكان بالمؤمنين رحيما كما وصفه الله تعالى وقال عمه أبو طالب رحمه الله يمدحه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل من أسمائه يقول نبي الملحمة ورد في الحديث والملحمة الحرب وسمي بذلك لأنه بعث بالذبح روي أنه سجد يوما فأتى بعض الكفار بسلى ناقة فألقاه على ظهره أو أوساخ ما في أمعائل يعني الناقة بعد ذبحها جاءوا ووضعوها على رأسه صلى الله عليه وآله وهو ساجد والسلا بالقصر الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي فقال يا معشر قريش أي جوار هذا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح يعني حسب هذا المنقول الذي كما قلنا ليس عن إمتنا عليهم السلام مجرد أنه يتوعد هؤلاء الذين اعتدوا عليه وهو ساجد لربه أنما آلكم الذبح وهذا حصل صح أنهم لما وقعت حرب بدر هم جاءوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله هم المعتدون أخيرا ذبحوا وأفنيوا يعني إنما يتكلم عن عواقبهم لا يتكلم أنه جاء بالذبح وشريعة الذبح للعالم أجمع يعني قضية خاصة هذا إن صححناها ومع ذلك نقول لا تصح هذا إن صححناها الكلام نقولنا هذا كلام مرسل هكذا فقام إليه أبو جهل ولاذ به من بينهم وقال يا محمد ما كنت جهولا وسمي نبي الملحمة بذلك يعني لهذا السبب سموه نبي الملحمة ومن أسمائه صلى الله عليه وآله أضحوك كما تقدم أنه ورد في التوراة هذا عن من؟ عن ابن عباس وإنما سمي بذلك لأنه كان طيب النفس وقد ورد أنه كانت فيه دعابة وقال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا وقال لعجوز الجنة لا يدخلها العجز فبكت فقال إنهن يعدن أبكارا وروي عنه مثل هذا كثير وكان يضحك حتى يبدو ناجذه وقد ذكر الله سبحانه لنبيه لينه ورقته فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وكذلك كانت صفته صلى الله عليه وآله على كثرة ما ينتابه من جفات العرب وأجلاف البادية لا يراه أحد ذا ضجر ولا ذا جفاء وكان لطيفا في المنطق رفيقا في المعاملات لينا عند الجوار كان وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره صلى الله عليه وآله الطاهرين ومن أسمائه القتال سيفه على عاتقه سمي بذلك لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع ودؤوبه في ذات الله وعدم إحجامه ولذلك قال علي عليه السلام كنا إذا حمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن أحد أقرب إلى العدو منه هذا تمام الكلام في خصوص هذه النقطة كلام ليس عن إمتنا عليهم السلام ماخوذ عن ابن عباس ومزاد فيه مازيد ومجرد كلام هكذا مرسل ومع ذلك فيه توازن فيه شيء من التوازن أنه صلى الله عليه وآله ضحوك للينه ورأفته ورقته اعتدال يعني لكن في الحرب 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 تحتاج لرجال الحرب هناك يكون قتال هذا الشيء وذاك شيء أما المشكلة في الطائفة البكرية لغة التعميم لغة الإطلاقات هذه وجعلها هذه التي تجبهك من البداية في مفتتح الخطبة بسم الله يا هادي جئتكم بالذبح أنا الضحوك القتال هذا الذي نحن نعارضه أما مثلاً لو كان في سياق وصف شمائله صلى الله عليه وآله وبيان بأسه في الحرب مثلاً قيل ذلك في موقعه الصحيح في سياقه الصحيح لما كان هناك شيء يعني كما يمدح أمير المؤمنين عليه السلام هذه قصيدة الناشئ ناشئ الصغير شنوه هو البكاء في المحراب ليلاً هو الضحاك إذا اشتد الحراب يعني على عكس الصفل مفروض الناس في الحرب تبكي وتتأثروا أو يعني تنهار هو العكس يضحك من الحرب يعني ليس بشيء هذا صحيح أم في سياقه صحيح أما بهذه الإطلاقات بهذه الطريقة البشعة الشنيعة المنفرة ما يبغي أن يكون نحن الذي نلتزم به أنه صلى الله عليه وآله كما جاء في كتاب الله المجيد رحمة للعالمين ونلتزم بما قاله أمتنا عليهم الصلاة والسلام وما وصفوه من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله جدهم وشمائله وسيرته التي كان يقطر منها اللين والرأفة وحقن الدماء حتى حقن دماء أولئك الذين حاربوه ثلاثا وعشرين سنة تقريبا في قضية فتح مكة ماذا حدثنا الإمام الباقر عليه السلام لاحظوا ما جاء في بحار الأنور قال الباقر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة الفتح فصام وصام الناس حتى نزل كراع الغميم فأمر بالإفطار ما يصير واحد بالسفر يصوم فأفطر وأفطر الناس وصام قوم أصحابه فسموا العصاة لأنهم صاموا إلى أن يقول عليه السلام ثم انتهى إليه سعد بن عبادة بيده راية رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أبا حمضل يخاطب من؟ أبا سفيان سعد بن عبادة بيده راية رسول الله وعسى أكره جند وأبا سفيان موقفي أوقفوه عند مدخل مكة حتى يرى عدو الله هذا جند الله فيتراجع ما يقاوم ولا يغدر ويقول لأصحابه في مكة قاوموا أو حاربوا فمر عليه سعد بن عبادة براية رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا أبا حمضل اليوم يوم الملحمة اليوم تسب الحرمة شوف راح نسوي بيكم اليوم اليوم نذبحكم ذبح ملحمة نسوي وحريمكم نسبيها يا معشر الأوسي والخزرج ثأركم يوم الجبل في أحد اليوم ناخذ ثارنا فلما سمعها من سعد خل العباس أو خل العباس وسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وزاحم حتى مر تحت الرماح العباس بن عبد المطلب راح يهرع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الرماح حشك حتى يوصل لأن النبي صلى الله عليه وآله كان في كتيبته الخضراء كتيبة جند لا يرى منهم إلا عينهم كانوا مقنعين بالحديد فأخذ غرزه فقبلها ثم قال بأبي أنت وأمي أما تسمع ما يقول سعد هذا سعد هذا الشعارة اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة نفس مشايخ الوهابية لما تشوفوهم يتكلمون ويحرضون على قتل الشيعة الروافض هذا العرعور كان طالع أيام الفتنة السورية يقول والله لنفرمنكم بالمولينيكس يخرب بيته يعني يستضرف حضرت جنابان بعد عليه لعنت الله وين هذا نفرمنهم بالمولينيكس ويطلع يطلع سيف حركات بهلوانيات طلع سيف أمام الكاميرا هو السيف يطلع أمام الكاميرا وإذا سهل هذه أي واحد أنا مجيبه لي سيف أطلع أمام الكاميرا يصير شنو يعني هو دون كيشوت العرب تقول وإذا خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة هو ما دام وراء الكاميرا وبالستوديو أو وراء الكيبورد والإنترنت وفاتح السوشيال ميدا مالته بطل الأبطال بطل وسيف حاضر وحركاته ويقسم بالله نذر علي لله أن أقتل بشار لا يجمعني به أرض إلا ما أدري كذا وذاك ثاني طلع صفوة مو صفوة الشريف شنو اسمه ذاك صفوة صفوة حجازي طلع وقال وهم نفس البهلوانيات أيامه طبعا على هذا المسكين الذي أمامكم يعني أنه والله لا أقتلنه والله لا شنو لا نجوت إن نجى ولو كان متشبثا بأستار الكعبة لقتلته وأتحداه فلتجمعني به أرض بس يعني كلها بها لوانيات وخرابط واحد بس يعني تفرج على المسرحيات هذه يلا بشار أخيرا جاءكم في عقر داركم هناك فيما يسمى السعودية وإنت موجود فيها ليش ما رحت قتلت وقتلت بن سلمان هموية وين بطولاتك وين نذرك هذا الذي لم تفي به سختشي صفوة حجازي أحسنت هذا بطل الأبطال الذي يتوعدني بالقتل هذا بطل الأبطال آخر شيء كومشو متنكر رايح حتى يحاول يهرب إلى ليبيا حلق لحيته مسوي لما أدري سكسوكا مسوي نفسه واحد صعيدي ما أدري شنو طريقة لابس مرة بعد يلا هو عموما ما واحد يفرق كثيرا بينه وبين المرة زعم الفرزدق أن سيقتل مربع أبشر بطولي سلامة يا مربع لما تشوف ذول مشايخهم يهددون ترى اعرف لا خلي رأسك على المخدة ونام ارتاح اعرف أنه ماكو شي ترى كل هتفاضي كل هوا الله وكيلك إحنا شجابنا على ذوله أصلا على شنو قلنا ما تذكر شجابنا عليهم شعب سعد بن أبي وقاص مو سعد بن عبادة سعد بن عبادة كالوهابية لا ما قلنا سعد بن عبادة كالوهابية من هدد بالفترة لا هذا كان جاد سعد بن عبادة هذا ما كان جبان سعد المناسبة هذا كان جاد يريد يحدث مقتله يا خثار بس ما نذكر عن شنو اللي جابنا على هؤلاء الآن ذكرناهم عفو الرسول ورحمة الرسول نعم كيف عفو عنه وعلى سينت يعني همي صيف أي على ايتحال زين جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بأبي أنت وأمي أما تسمع ما يقول سعد وذكر ذلك القول فقال صلى الله عليه وآله شف هنا هنا النبوة تتجلى قال ليس مما قال سعد شيء مو صحيح هذا الشعار اليوم يوم الملحمة اليوم تسب الحرمة هذا ليس بشيء هذا الشعار ثم قال لعلي عليه السلام أدرك سعدا فخذ الراية منه معزول من هذه اللحظة أنا ما عندي أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندي شعارات دموية ما نهتف بشعارات دموية يا علي بن أبي طالب اللي هو فارس الإسلام سيف الله اذهب واعزل سعدا خذ منه الراية من هذه اللحظة فخذ الراية منه وَأَدْخِلْهَا إِدْخَالًا رَفِيقًا حتى الراية من تدخل إلى مكة برفق ادخل بها ادخالا رفيقا لا دمويا ولا تبجحا ولا ما أدري رغبة في الثأر والانتقام وَأَدْخِلْهَا إِدْخَالًا رَفِيقًا فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَدْخَلَهَا كَمَا أَمَرَ صلى الله عليه وآله وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَادي الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ الْيَوْمَ تُصَانُ الْحُرُمَةِ مَرْحَمَة مَرْحَمَة شو شون تغير الشعار تماما هذا الذي نحن نلتزم به هكذا نقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وشخصيته الرحيمة العطوفة الرؤوفة هكذا نقرأ سيرته الواردة عن الأئمة من آله الأطهار عليه مسامح نحن ما لنا علاقة لا ابن تيمية ولا حتى من قبله ولا ابن عباس ولا غير ابن عباس أصدق من وصف النبي صلى الله عليه وآله أهله الأطهار عليهم الصلاة والسلام وهم نزهوه من كل ذلك من هذه الشنائع التي ترويها الطائفة البكرية الملعونة يعني الطائفة البكرية تذكر أن جماعة من العرانيين هذا في صحاحهم موجود جاءوا والنتيجة استولوا على بعض الغنم كذا وقتلوا أصحابها من المسلمين بعدما كانوا قد خدعوهم فالنبي صلى الله عليه وآله على حد زعمهم أمر بقتل هؤلاء بطريقة بشعة فيها تمثيل والنبي نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور كيف قتلوهم بأن جاءوا بمسامير وألهبوها بالنار وفقأوا بها أعينهم وسمروهم بذلك يعني عذاب لا يطاق إلى أن ماتوا تمام هذه بشعة هذا تعذيب النبي صلى الله عليه وآله ينزه عن ذلك القاتل يقتل صح قصص بس تعذيب واستلذاذ بالقتل هذا ما يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله المشكلة أن القوم يرونه عمن عن أنس بن مالك هو عندهم ثقة يرون ذلك في الصحاح البخاري عندهم ثقة مسلم عندهم ثقة فيؤمنون بهذه الأكذوبة الكبرى من جانبنا أئمتنا أئمة أهل البيت عليه وسلام تصدوا لتفنيد هذه الأكذوبة وتنزيه ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الصادق عليه السلام أول ما استحل الأمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سمر أعين أناس وقتلهم بهذه الطريقة البشرة أو نحو ما أعطيه هذه كانت كذبة من أنس بن مالك الذي تحالف مع السلطة والسلطة الأموية كانت لها منهجية التعذيب تعذب الناس كان لما تقتلهم تعذبهم فحتى يوجد المبرر الشرعي لذلك وضع حديثا على رسول الله كذب وحسنتم مشى هذا هذه الكذبة ماشية إلى يومك هذا المسلمون هم الذين ينزهون ساحة نبيهم صلى الله عليه وآله عن هذه الأكاذيب أنا أنصح جميع المسلمين ومنهم الأخ الدكتور الكريم أن يطالع كتاب سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله بعنوان السياسة من واقع الإسلام ففي هذا الكتاب فصول خاصة في بيان الافتراءات على سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في شأن القتل والذبح والتعذيب والإرهاب وما شاكل ويبين السيرة الصحيحة المتلقات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك هذا كتاب من أهم الكتب التي ينبغي أن يطالعها المسلم ما أتذكر شنو كان سؤاله الثاني لكن تقريبا كان في هذا المضمون وتقريبا أجبنا عنه وأنه يعني كيف نقنع العالم بأنه هذا دين حق وكذا وهكذا يصور النبي صلى الله عليه وآله وينسب إليه مثل هذه الأقوال والأفعال فأتصور في سياق الكلام صار متضحا أن ذلك كله باطل وتتحمل إثمه وجريرته هذه الطائفة البكرية الملعونة التي آفتها التمسك بالطغاة وأذيال الطغاة من المنافقين والكذبة الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر